عادت قضية الطلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة إلى الواجهة من جديد ولكن هذه المرة يبدو أن الطلاق وقع رسميا وفي التفاصيل أعلنت مصادر مقربة من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة والفنانة ياسمين صبري انفصال الزوجين بعد زواج استمر لأكثر من عامين وكشفت مصادر مقربة من رجل الأعمال والفنانة المصرية للقاهرة 24 أن قرار الانفصال جاء في إطار من الاحترام المتبادل حتى اللحظات الأخيرة مع احتفاظ كل منهما بالود للآخر وحذفت ياسمين صبري جميع الصور التي تجمعها بأبو هشيمة من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كانت تحرص على مشاركة متابعيها جميع لحظاتها مع رجل الأعمال المصري والمناسبات التي تجمعهما وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر مثل هذه الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي فمنذ زواج الثناء تثار شائعات انفصالهما بين الفترة والأخرى خصوصا أن اسم أبو هشيمة مرتبط دائما باسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي كانت زوجته ومؤخرا نفى الثناء المصري أخبار انفصالهما من خلال ظهورهما معا في حديقة منزلهما وبعد تأكيد خبر الطلاق من قبل النجمة المصرية لموقع صدى البلد قائلة أن الانفصال قد تم بالفعل خرج أبو هشيمة عن صمته في أول تعليق على الموضوع إذ نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة تعليقا عبر خاصية الستوريز عبر حسابه الرسمي على انستغرام اعتبره الجمهور رسالة غير مباشرة ليسمين صبري بعد الطلاق وكتب أبو هشيمة في الستوري أنا لا أخسر أبدا إما أن أربح أو أتعلم وهي مقولة لنالسون مندلة الجدير بالذكر أن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة كان قد عقد قرانه على الفنانة يسمين صبري في شهر أيبريل من العام 2020 في أجواء أسرية بحضور أفراد العائلتين بسبب القيود التي فرضتها جائحة كورونا آنذاك كذلك كانت الفنانة يسمين صبري قد أعلنت عن علاقتها بأبو هشيمة العاطفية من دون قصد وذلك عندما نشرت صورة لها من إحدى الدول الأجنبية ظهر في انعكاس نظارتها الشمسية صورة لشخص تعرف عليه الجمهور بأنه رجل الأعمال المصري بعدها آثرت يسمين صبري الصمت ولم تعلق على الخبر ولم تحذف الصورة ولم يمر سوى أيام قليلة حتى نشر رجل الأعمال صورة يعلن فيها ارتباطه بالفنانة المصرية حيث قدم لها خاتما من الألماس مميزا ترتديه في الكثير من إطلالاتها